موعد تسجيل استمارة امتحانات السنوية العامة 2023 لو انت اول مرة بتشوفي القناة ياريت اشترك وتنسيش تفعل زر الجرس على كل عشان يوصلك كل جديد وما تنسوش تدعموا الفيديو ده بلايك علشان يوصل لأجور عدد من الناس كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد انتراك تسجيل استمارة امتحانات السنوية العامة للعام الدراسي الجديد 2022-2023 واوضح المصدر في تصريحات خاصة انه يبدأ تسجيل استمارة امتحانات السنوية العامة بداية من يوم 226 من ديسمبر الجاري وان تسجيل استمارة امتحانات السنوية العامة في هذا الموعد هيكون في اطار الاستعداد المبكر لعقد امتحانات السنوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023 اما عن موعد تسجيل الاستمارة فاشار ان تسجيل استمارة امتحانات السنوية العامة هيكون تسجيلها خلال تسجيل اكتروني الاستمارة التقدم لامتحانات السنوية العامة سوف تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فرصة التعرف على الاعداد النهائية للطلاب الذين سيخوضون امتحانات السنوية العامة في كل شعبة حتى تتمكن من تحديد اعداد اللجان المقرر عقدها هذا العام وبالنسبة لرسوم تسجيل استمارة امتحانات السنوية العامة فاكد المصدر المسؤول انه يجب على طلاب السنوية العامة التقدم بسداد رسوم بقيمة 210 جنيهات وسيتم دفع الرسوم الكترونيا اما بالنسبة لارغاء الاسئلة المقالية في مواد لا تضاف للمجموع حيث اوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انه تم ارغاء الاسئلة المقالية في امتحانات السنوية العامة الخاصة بالمواد التي لم يتم اضافتها للمجموع الكل محددة المواد التي لا تضاف للمجموع وهي مادة التربية الدينية والتربية الوطنية والاحصاء اما المواد التي لا تضاف للمجموع افادت الوزارة في تصريحات سابقة بان اسئلة المواد التي لا تضاف للمجموع في امتحانات السنوية العامة جميعها ستكون اختيار من متعدد بنظام MCQ والتي لا يحتوي الامتحان على اسئلة مقالية وفي النهاية اشكركم على حسن المشاهدة لا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته